بشرة سارة للعراقيين المسلسل الكرتوني المعروف ماوكلي فتى الأدغال بات حقيقة وتبدو فصول القصة عراقية لا شك فيها والله العظيم والله العظيم رجعتنا للعصر القديم كيف ما خليه تعلين ماوكلي منكم وفيكم ابنكم باللحمكم ودمكم بالصوت والصورة واللهجة والنسخة منه مئات الآلاف بل ملايين ماوكليون في العراق لا لباس ولا كهرباء لا خدمة ولا ماء في مقطع انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شاب عراقي يقلد ماوكلي باللباس ينقل لكم الرسالة بعصاه التي قاتل فيها شاروخان وعلى ما يبدو أن شاروخان اليوم يوجد منه الكثير لا كرهبا يكو لا ما يكو حتى هدومنا خطون من عدن اش خليتوني ما اش خليتوني الله قبيلكم الله الله قبيلكم امشوا امشوا كتبنا جوع جوع كتبنا فهل تصل الرسالة كي لا تكثر وجوه شاروخان الذي يجسد شخصيات الفساد التي تسرق طعامكم ودواءكم في سنوات سابق انتشر مقطع فيديو يثبت بشهادة اشخاص صوروا فتى الادغال ولم يستطع احد الامساك به وان كان الفيديو ساخرا تهكميا الا ان الادغال اليوم مساحة حرة امام السارقين لتنعكس الصورة والقصة فيصبح شاروخان الفاسد هو الذي يقفز هنا وهناك دون ان يستطيع احد القاء القبض عليه اعتاد العراقي على تربية الصبر وكيف يكون شرسا لا يلين في وجه الظلم وصاحب الحق في ان يدافع عن ارضه ومكانته موكلي فعلها فهو ابن لذئبين اما العراقي فهو الذئب الذي لا يلين لكن في الارض يكثر المخربون حتى وان شبه بشرخان الا ان تخريبهم حقيقة والعراق في نظرهم ادغال ينشرون فيها ثقافة القوي يأكل الضعيف فيخسر العراقي قوت يومه واحلامه المؤجلة